اشتركوا في القناة توضح كم المخاطر المتوقع أن يتعرض لها محافظات ومدن مصرية في الدلتا بالغرق بسبب تغيرات الطبيعة كان السبب فيها زيادة انبعاثات الكربون وهي الحقبة التي اكتشفها عالمنا بنفسه وعرفها العالم من خلاله لتكرمه الأمم المتحدة ويصبح نائبا لرئيس الفريق الجيولوجي العالمي التابع للمنظمة الدولية ثم يعود عالمنا ويعلن عن كشف علمي جديد عبارة عن نهر مائي جديد يأتي من النيجر وتشاد مرورا بليبيا مشاهدين الكرام هذا الكشف كما أعلن لو تم إحسان استغلاله لا تغيرت وجه الحياة في مصر مشاهدين الكرام معي ومعكم في هذه الحلقة العالم الجيولوجي المصري الكبير دكتور خالد عبد القادر عودة أستاذ الجيولوجيا بجامعة أسيوت مرحبا بك دكتور خالد أهلا بك دكتور خالد يعني بالطبع سأبدأ معك من الاكتشاف العلمي الجديد الذي أعلنت عنه في المؤتمر الصحفي يعني يقال أنه نهر أو اكتشاف نهر جديد يأتي من النيجر والتشاد مرورا بليبيا هلك أن تحدثني أكثر عن هذا الاكتشاف؟ الواقع أنه ده غير صحيح خالص نعم تفضل يعني الإشاعة اللي طلعت وفكرة أنه نهر جديد انتلقت في البلد أن دكتور خالد عودة اكتشف نهر جايب انتشاد والداخل على ليبيا وأنه هو هيعلم هذا في مؤتمر في سوفنيل فندق سوفنيل ولم يكن لمؤتمر في فندق سوفنيل ولم أكل أبدا اكتشاف نهر ولا يجوز وعيب أنه نقول نهر تحت الأرض وأنا قصدتا أقول ذلك لتصحيح المعلومات وأن يكون هناك نوع من الضقة الشديدة في سرد هذه المعلومات العنوان كان الاكتشافات الجيروجية والجيومورفولوجية الجديدة وشواهد المياه الجوفية شواهد المياه الجوفية ببحر الرمال الأعظم اكتشاف ببحر الرمال الأعظم هو الأمر الناس لا حق تقول هذا لأنه أنا أخفيته بقدر الإمكان لأنه حصلت فيه قبلها إرخاصات تؤكد أن فيه ناس ومنهم مسؤولين عايزين يسيطروا على هذا المشروع أو يستحوزوا عليه أنا بفضل الله رب العالمين في شهر مارس مباشرة بعد الصورة رجعت تاني المعمالي في استكمال الأطلس لمنطقة ليبيا ومنطقة بحر الرمال الأعظم ومستغل البيانات الحديثة اللي من رادار مكوك البعثة التجوغرافية لوكالة ناس وبدأت أعيد وأعمل محاولة لخريطة جيولوجية تبغرافية جديدة في المنطقة البحرية من الأعظم على طراز اللي حصل في السواحل نعم وفجئت بأنه بيظهر معايا أشياء غريبة لم يعرفها جيولوجيا ولم يدرسها من قبل الله ده فيه منخفضات منخفضات لتحت معه ده خريطة تبغرافية يعني إيه بيجيب لك الارتفاع بالنسبة لمنسوب سطح البحر نعم فلقينا منخفضات تحت سفلية ولقينا هضاب ومعروف أن المنطقة دي كلها كسبان رملية يقلق كلها كسبان رملية والخرايط الجيولوجية كلها زي ما تشايفه حطك الخريطة اللي قدامني خريطة الجيولوجية كل الجزء ده هو البحر الرمال الأعصر مكتوب إيه اللون الأصفر مكتوب إيه كسبان رملية كلمة كسب رملية يعني رملية سائب الرياح بتزروه ويتكون فيه أكوام ويأخذ أشكال معينة وبعدين تبدأ الرياح تنقله من مكانه لمكان آخر من خلال نقل الرمل لأنه متحرك الرمل فيه لوز سائب ولكن لما بدأنا ندرس من فوق لقينا ظواهر بس ما قدرناش نعرف نوع الصخور إيه اللي فتقريش تعرفينهم من الأمار الصناعية ده لازم تنزلي بنفسك ولكن يعني هذه الظواهر تدل أن هذه المنطقة ليست كسبان رملية تمام إفراد فاللي حصل حواري لحضرتك شيء غريب جدا قدت خريطة الجيولوجية هي مش باين فيها حك بيقول عليها نوريس انت حديث ودرسنا الأبناءنا خمسين سنة خطأ بناء على السابقين أن هذه المنطقة منطقة كسبان رملية حديثة حديثة يعني في العصر الحديث أو البلستوسين اللي هو عصر الإنسان يعني ولكن طلع ده غير حقيقي لما شفنا بالأمار الصناعي وينزلنا حققتنا طلعت مفاجئات كبيرة جدا أورح حضرتك الأول إيه المفاجئة دي خريطة اللي هي جيولوجية أوريك الخريطة الساتيلايت دي خريطة الساتيلايت أحدث خريطة ساتيلايت لمصر وشوف موضحها تماما تفاصيل مصر والكسبان الرملية هي شوف حضرتك لكن لحظة وعلى المطفوق ما فيش كسبان الرملية بالطول اللي احنا شايفينه تحت ده نعم طب إيه الأسباب ولكن في نفس وقت دي خريطة الساتيلايت ما بيبينلكيش أي طوبغرافية فمعشان كده ما فيش حد من زملاء ما كشفها لأن البيعصة التوبغرافية دي مدتش معلوماتها وأفراجت عنها أمريكا لألفين وثلاثة نعم إذن هي حديثة وبعدين ما عملت فيرجنز واحد واثنين وثلاثة واربعة عميت ولغاية ساتة ألفين وسبعة إذن أنت بتسخدم برامج لأدوبك لغاية ألفين وسبعة بدقة حديث كان لازم زملاءنا في طواروا نفسهم في مصر شايف داءوا يدريسوا بهذه الخرائط شوف أحضرتك بقى لما أنا حواليك الخريطة بالشطر شكلها إيه بالرادار شفتك نفس الخريطة أدي طوبغرافية مصر أهو شفتك أدي جبل الجلف الكبير وأدي وادي النيلة هو كله وأدي الدلتة وتصور أحضرتك أن دي منطقة البحر الأعظم شوفوا شايفين فيها إيه إيه دا طلعت كلها منخفضات رواحات وجبال وهضات وليست كسبان رمضية وليست كسبان رمضية الكسبان حواليها ومتطلعتش كسبان طلعت تلال تلال لما نزلنا بقى وأنا أكمل لحظتك لما وضحت الكشف ده وبدأت أكبر أعمل زومينج وجب بقى الساتريت فجئت الأرض رشحة ميا فروحت وديت الصور دي للدكتور أيمن فريدة أبو حديد وجمع الرؤساء هيئة الوزارة يوم 6-6 نعم ووريته المساحات كانت المساحات تصل لتلاتة ونصف مليون فدان هو يعلم هذا المساحات تلاتة ونصف مليون فدان الماء المياه جاء فيها رشحة على السطح ووضحة في جميع الصور إذن حضرتك شرق الأعوينات كده لما تصوري الأرض بالرادار تلاقي المياه قريبة من السطح فتقوم تطلع لها لها صورة وضحة ده قريبة ما بالك بالله راشح بقى على السطح فحضرتك هو نفسه فوجئ بهذا ووريته هضاب ووحاة جديدة ليست مذكورة في مصر خاصة قال لي أرجوك بعد ما شاف هذا المنظر ما نقدرش نعلم لمصر مثل هذا الأمر إلا ما نحققه على الأرض طبيعي لازم نطلع نحقق على الأرض هذا الكشف لكن أنا أخشى يا سيدة الوزير أنه ما يعطاش لي الحق العلمي لأن أنا لما اكتشفت محمية الدبابية مع الفريق الدولي في مصر وهو مقياس زمن الدولي العلمي العلم بيجي عشان يقيس عليه الزمن فوجئت بأنهم إدوني هديتي سرا بعتوا لي خطاب تقدير طلبوا الرئيس الجامعة أن يدوني سرا سرا من غير احتفال وفي نفس الوقت وإحنا بنفتتح دوليا هذه المنطقة لمنطقة الدبابية وجاء العلم يفتتحها ومعهم ممثلين الجماعية الدولية استراتيغرافيا لعلم الطبقة الأرض هو ممثلين تحاد دولي العلم الجيميجية وممثلين أن النونسكو لم يقبل أي مسؤول ييجي يحضر عشان خالد عودة ما يظهرش أنه كان هو السبب في هذا الموضوع عملت عزل علمي كاملة كنت تخشى على حقق العلمي في هذا الموضوع وفي هذا الاكتشاف العلمي الجديد لما محمية علمية وبيحاول أنهم يغطوا علي فيها أنا عايز يقال لي أنا أقسم بالله أمام اللي موجودين ويشهادوا اللي موجودين إن حسميها لو لقيت واحد جديد حسميها واحد عودة وتقولوا يا ما ننظرش القسم عودة لديه دي بيش مهب دي على العموم يا ستة الوزير حنطلع قال لازم نعمل بعثة مشتركة عملنا بعثة مشتركة من مركز بحوص الصحراء بأمره هو بقيادة إبراهيم الدكتور إبراهيم ناص ومع جامعة أسود تحت إشراف الدكتور خلي عودة يطلعوا رحلة في الجبل الآن شوفوا بقى أحلم 6-6 يونيو لازم نطلع الصحراء ودم يحدش في داخل الحياة الجريجية نعم يعني في على مجات موافقة قوات المسلحة وحضرنا العربيات ومخيمات لانك لازم تطلع معاك البنزين وفي شهور صيف يعني والمية ما انتش عارفة إيه الظروف منطقة لم يذهب إليها إنسان منطقة طول عمرنا نقول جيش قنبي صغرق في غطس فيما إنه ما غطسش ما دخلش جيش قنبي صغرق في المخافضة القطارة مش في المنطقة المنطقة يقولوا لو يدخل ما اطلعش دا المريمان المتحركة احنا برضو خايفين هل معنى ذلك أنا شيء تغير بعد الثورة يعني من هذه الحكايات أنا حكمل حياتك أنا شعورك صبعا فجأت بإني مقومات الثورة الجديدة بعدين على ما رحنا وطلعنا 15 شخص من جميع التخصصات ولكن اسمح لي دكتور خالد يعني بعد كل هذا أنت الذي أعلنت عن هذا الاكتشاف وليست الحكومة المصرية معلش أنا يهمني إن أنا بهديه لمصر بس يعمل مؤتمر الصحفي ويقول إنه هو فلانه الاكتشفه في شكتر من هذا دول يعني أقول حياتك حرموا كل العلميين من الأوسيمة وقصروها على رجال أهل السقة اللي هم بتعرف الحكومات العسكرية والديكتاتورية لا تحظى ولا تجمع حولها إلا أهل السقة أنا ما بشتمشي معهم يعني ما بقولش إنهم محشين عن مين أهل السقة وليسوا أهل خبرة فلم يعود تطمئني إلى إنه الخبراء موجودين بالفعل في هذا المكان أهل السقة دايما في الحكومات الدكتاتورية والعسكرية يحاولوا يرضو الحكومات وأصبح فيه مسألة من مسألة النوع من أنواع النفاق من ناحية وحب التسلط من الحكومة العسكرية أو الدكتاتورية في إنها اللي تقوله يمشي فأصبح هم كلام مستفق وفيه إنسجام بينهم وترك العلم بعيد دي دليل إيه فشل مشروع تشكة إن مشروع شرق العيوانات يمفاجأ إنه بتعامل كله عشان يريد زراعه برسيم حجازي خلاصه ما يتمس فيها اسمح لي دكتور خالد يعني في هذه النقطة مع تغير الوزير هل يعني صار المشروع للأمام أكر حضرتك حاجة مفاجأة ما تتصور حاجة بعد ما أيضا خرجت البعثة وستة أسازة من التخصات المختلفة وصورنا نحو ألف صورة وفيديو لكل المناطم وفجئنا إن المياه الجوفية عاملة رشحة على الأراضي كلها اللي قلناها مزبوط لكن الرشح ناشف وبيطلع ويخسل التربة وقدمك حضرتك واضحة تماما نعم ولكن هذا يؤكد الاكتشاف العلمي الذي كنت تسعى إليه والذي خرجت هذه البعثة له ووجدنا وحات جديدة سميناها حوالي وحطك الصورة بتاعيتها دلوقتي وحات جديدة تماما بدأنا نطلق عليها الأسماء بحق الاكتشاف وبدأنا نجهز العينات وجينا 45 يوم بعد الرحلة ندرس اللي هو في المعمل الطبقات علم الطبقات التاريخ الجيولوجي الزمن الخواص المعدنية الخواص المائية وبعد ما خلصنا وروحنا عشان أيمن فريد أبو حديد قال لنا احنا معدنا يوم الاثنين أنا فاكر كويس كان الاثنين ده كان قبل رمضان بيوم فوجئنا بين يوم السبت الوزارة تغيرته وأيمن فريد أبو حديد راح وجهه أستاذ دكتور صلاح يوسف مع تغير الوزير الملفات الهامة من المفترض أن تبقى ملفات هامة حتى مع تغير الوزراء هل حدث ذلك معدو حديد؟ الدكتور أيمن فريد أبو حديد قال لي تليفونيا إن أنا أبلغت رئيس الوزراء يوم تمانين بالكلام بتاعك ورئيس الوزراء بناء عليها يوم تسعة في الأهرام طلع منشت كبير ونمصوره عنه الرئيس الوزراء يعلن عن مشروعات قومية كبرى خلال الأسابيع القادمة الأمانات العالمية جميل برحلة ولكن لم نسمع عن هذه المشروعات جينا لصلاح يوسف ما اتصلش بينا اتصلنا بي نحن رحت قابلت يوم 13 رمضان كان لسه بقاله 13 يوم في الوزراء قلنا له الموضوع بتاعنا تمي في إيه؟ الموضوع إيه أنا ما عنديش علم بأي موضوع لما تصار إنت حضرتك وزير جاي الوزارة والوزارة طالع بيع سمعاي وما عندوش علمي بالموضوع قلت تسموني بس أفكر وأشوف الموضوع وهكلم حضارك سبنا يفكر بعد ما اختصرت له تاني الموضوع قال لي اختصرهولي اختصرتهولي وهو يستطيع انه تلك تكلم في التليفون هات عندك مركز بحوصة حراء وهاتهم وهات الزملاء ويحكو لك اللي حضروا وما كانوا عنه وقال حنكلمكم قبل العيد حتصل بيك يوم 29 رمضان قبل العيد بيوم واحد اتصل بيه وزير الزراعة وقال لي يا دكتور خالد أرجوك حنتأخر في المؤتمر الصحفي هنعمل مؤتمر علم الأول ما بيني وبين السيد رئيس الوزراء والدكتور هشام أنديل هو القلكت وحضرتك تيجي تشرح لنا الموضوع وبناء علينا هنعمل مؤتمر الصحفي بس بعد العيد قلت له حضر يا فن بعد العيد ده أنا ما كنتش عارف كلمة بعد العيد دي انها ممتدة لغاية العيد القادل ان شاء الله معرف هل هذا يعني يثير الاحباط في نفس دكتور خالد البناء أمال جدا وفجأت بعد كده بقى ان الاهرام بينشر على كلام رئيس الوزير الزراعة بيقول صورة زراعية جديدة على مليون فدان وخمسة وخمسين ألف في جنب المخفض الأطار لا ده بقى محاولة للسطر على شغل علماء هل هذا ما دفعك إلى أن تعلن هذا في مؤتمر صحفي واشكر جريت الأهرام انها استقبلت هذا المؤتمر ولكن أنا أخذت على الأهرام أنه طلبوا مني أنه هم يستحويزوا على حق الناشر ودتهم الملخص على أنه ينشر لم ينشر شيء أنه يوم هو الصحيفة لم ينشر شيء ولبلنوش الخبر المؤتمر الصحفي في كروك من صغير وحتى ليس في صفحة يعني أخبار الأخبار وجميع الصحف نشروا في الصفحة الأولى ومع ذلك لاحظت حتى الخبر يعني فيه كده شيء فيه مهانة أكثر من أنه هو خبر يعلن عن كشف جديد وكأنه بيشكك الناس أنا مش فاهم إيه اللي بيحدث في البلد أنا مش فاهم هل إحنا غيرنا العقول؟ لا إحنا غيرنا الوجوه الثورة غيرت وجوه وأنا أقول هلك مش كراجل عالم فقط أنا بكلمك بصفتي عضو مجلس حضرتك إحنا غيرنا وجوه بلا شك لكن أنا أعتقد وجازم تماما مئة المئة أنه نحن لم نغير العقول وكل واحد يحاول يغير عقله يقف تاني ويقف تاني وبعدين أنا لما سألت شغلوا ليه الدكتور أيمان فريد أبو حديد قال أصوله من تلميذ يوسف ودي قال الله تمال بالك كلها من تلميذ مبارك كلنا عشنا تلاتين سنة وتربينا في عهد المرجع عيب كت وأنا قلت للشباب بعيد ما يصحش ده الأصل الشرعي خياروكم في الجاهلية خياروكم في الإسلام ودي جاهلية طب ما بالكم ناس مسلمين ومسيحيين وقتبع الحزب الوطني إذا لو بقوا تبع الثورة وكانوا عظماء هنا حيبقوا عظماء هنا ما يصحش كت ليه لأنه هما أصلا كانوا عظماء بس ما يكونش لرص لراجل خان بإنه خد رشوة أو إنه استاول لا طالما علمه وعامل ووزارته عظيمة أو مكتبته لو بيديرها عظيمة أو أي شيء مشروع معاه مصنع عظيم وبينتج لازم يترك لازم يترك في مكان أنا معرفش إيه اللي بيحدث في البلد حقيقة يعني هذا سينقلني عفوا يعني دكتور خالد إلى الموسوعة العلمية إلى أطلس اسمح لي يعني هذا الأطلس مخاطر التغيرات المناخية على السواحل المصرية والسياسات الدفاعية الواجبة هذا الأطلس فقط لم يعطي نظرة لخرائط مصر الجديدة ولكنه أيضا يعني عرضتم في هذا الأطلس المخاطر على السواحل المصرية وعلى المحافظات وعلى بعض المدن المصرية ما مصير هذا الأطلس حتى الآن؟ الأطلس ده حضرتك بجد صورة حالية الآن للسواحل ودي مهمة لكل من يبنى على ساحل نعم شركات أفراد لأنه لازم يشوف الساحل تبغرافيته إيه هو اللي أقل من سوى بسطح البحر عشان يسده إذا كان حيبنى عليه أو يبعد عنه وفي نفس وقت فيه خطة لغاية سنة 2100 الخطة دي لو البحر زاد نص متر أو لو زاد متر وده أقصى ده نحكونا من 9.5 متر الأبحاث الجديدة اللي ظهرت في خلال التلسين الأخيرة أكدت أن المتر سيكون متوسطا لزيادة العالم لأن كبار رجال العالم في المقتمر الطائرات المناخية المسامينين ومقتمر الأطراف اللي كان في البنكوك في المكسيك في آخر مرة وقابليها في كوبنهاجين قرر رؤساء العالم أنهم يتركوا الأرض تزيد درجة مقاوية وأنهم يتركوها وأن البحر يزيدوا وأنه ممكن إذا كان بدل ما توصل أربعة كفاية اثنين يعني حتى هم مؤمنين بأنه اثنين درجتين إذا هيتركوا كل شيء كما هو ودرجتين دي تكافيلة منها تجعل منسوب سطح البحر يعني في المتوسط متر أقله 75 سنتي وأكساره حيبقى متر 75 سنتي ده بحاسة جديدة لكن كان القوم التحدة بتقول أنه أقصى 78 سنتي وده غرق علاوة دلت عندي بتهبط مش ملتتي أنا دلتت كلها في العالم بتهبط ودينا دلت بتهبط سنويا حضرتك بمعدل أقل معدل من 3 ملي إلى 5 ملي في السنة يبقى أنا عندي في المئة سنة 30 سنتي ده في الحد الأدن إلى 50 سنتي علاوة على زيادة منسوب سطح البحر والدلتة أصلاً ما عادش في حزام رملي بيحميها من البحر لأنهم توقفوا الطمي برضو بسبب سوء المشروعات الدكتاتورية لو السد العالي السد العالي له إيجابيات بيحفظ لي ماء مخزون ويطلع لكهرباء لكن كان لازم أبنع بمية مثل وطميها كلها عن النيل أو أغرق الدلتة ولا كممكن يتعامل برضو ويطلع كهرباء ويتعامل بنظام زي نظام خزان أسوان القديم ويفتح من تحت بهويس ويدخل مية في الوقت اللي أنا عايزه وبالطمي التحت ما حصلش وتراكم الطمي في الخلف وده على فكرة المشروعات اللي شرحتها لإبراهيم للدكتور آيما فريدة وحيدة وفريق بتاع وزات الزراعة وريتم الطمي بالصور الرادار وهو خلف السد بيتراكم يا فندم حتى إنه المية توقفت لم يععد هناك حركة وراء السد المية لدرجة لما تخش للسودان تلاقي عند ودي حلفة النهر بدأ يتفرح لأنه مش تلاقي حركة قدامه فبيتفرح وحيبعد عن المجرى الرئيسي وبدأ يعمل دلتة هناك في ودي حلفة قال لا طب إحنا إيه اللي بيحدث وبعدين المية إنت منحها عن النيل وكل ما تزيد في البحيرة يخاف على السد يقول له يفتحه تشكة يقوم تدخل تطلع المية على بحيرات لأ فوقي إنا ببحيرات دي ظهرت إمتى من بعد السد العالي ظهرت بحيرات خمس بحيرات اسمه بحيرات تشكة قلنا كويس هيعملوا عليها مشروع تشكة الموزهل بقى اللي حياتكم تعرفوش ويمكن الناس المجتمعين يسمعونه النهاردة إن قستهم بالأقمار الصناعية اللي بالرادار لقيت المية اللي في الخمس بحيرات كميتة ساعة وقت الفيضان لما يجي وتتملي 28 مليار حصة مصر كام خمسة وخمسين مليار يبقى نصف حصة مصر فين يا اخواتنا في الخمس بحيرات دول طيب وبعد الفيضان على ميجي الفيضان التاني يكون تبخر منه عارفها تبخر كام من 12 ل 14 مليار وفي نفس الوقت ما فيش مية بتدخل النيل 25% فقط من مية النيل بتدخل من خلال التوربينات يتدور بها التوربينات ويدخلها النهر عشان كده لم تعد المية تتحرك في نهايات الترع ولم يعد هناك حزام رملية على الدلتا كل التدعيات دي قدمت بمشروع ووريته برضو فرقته للدكتور اي من فريق الحديد لعمل تحويلة جديدة لانه تدخل النيل 75% وتحتفظ ب 25% خلف الساد علشان تقدر تنتي الكهرارات ده مهم جدا لمستقبل مساء ان مهما شرحت ان احنا ليه عملنا الاطلس ده عملته علشان قدي حل للدلتا هو مشروع منخفض القطارة لاني لقيت حلول الدلتا ضخمة وحتتكلف حوائط كبيرة جدا ومهما حطينا حوائط مش هنمنع السيبيج اللي هو الرشح وتداخل المياه البح جوه التربة تحت سطحيه نعم فقلنا الحل انه هنبتح قناه بين البح الأبيض وبين المنخفض القطارة يعني ما هي العوائق امام هذه المشاريعية حتى الان ليس هناك اي قرارات سياسية سيادية يعني تحقق ما تفضلت به في هذا الانجاز العظيم الذي يعني عملت عليه لمدة ثلاث سنوات منفردا ما هي العوائق هل العوائق مادية هل العوائق فترية انا مثلا حظك تستعجيبي لما اتصل بي جميع جامعات مصر هنا كام جامعة مصر شوف الجامعات الحكومية الدي 18 والجامعات الخاصة اكتر او انا وصلنا نحو قلنا نشاءل من 25 او اقل او 27 او اقل ولا جامعة اشتارت الجامعة خاصة وحدة lazy jamaعة مصر التكنولوجيا العلوم jamaعة مصر اللي هو رئيس محمد رأفة محمود هي اللي اشتهت وجميع الجامعات الاخرى لم تشتري منهم جاسكندري القاهرة عين شمس ما عمش فلوس وبيبعاثل رئيس جامعتنا لأنها تصدر الأطلس مشان هل بصدرها وهم اللي مكلفينهم من صندوق البحوث وعايزين فلوس تعود لسندوق البحوث لازم حد يدفع لسندوق البحوث عشان يقدر الجامعة تستغن عنه مجان بعتين ياخد نسخ مجانية ورئيس الجامعة ما يقدرش معهمش يتصلوا بيها وتقول ما عنديش غير نسخ الهدايا يا دوبك بتقدم بيها لأي جائزة أو أي هدايا لأساتذيت الكبار الأدام ما فيش غيرهم عشان نسخ أنا في الهدايا عشان نسخ ما فيش غيره حضرتك النواد المحافظة في مكتبة في ضمنهور مكتبة في ضمنهور اشتروا مكتبة العامة بتاع ضمنهور اشتروا أطلس نسخة بقيت المكتبات بعتين يقولوا ما عندناش فلوس طيب دي الجامعات طب المحافظات تصور المحافظات محافظة كفر الشيخ تشتري نسخة من صندوق القمامة من ميزانية صندوق القمامة وقالوا لنا الكلام ده ما عندناش فلوس محافظة كفر الشيخ وبقيت المحافظات ما عندوش مين اللي يتولى هذا؟ كان مفروض وزارة البيئة اللي بتتلقى اموال من الخارج بغرض ايه؟ بغرض نشر الثقافة البيئية دي من الواحد حماية مصر من التغيرات الملاخية سواء كانت زيادة بحر او زيادة درجات حرارة وتنوع محاصيل وتغير المحاصيل او تبخر بحيرة السد العالم كل ده مفروض هي اللي كانت تتولى نشر هذه معرفة مجانة طيب ما تتكلمه رئيس الجامعة راح وزير البيئة لرئيس الجامعة وقابله وقال له انا انتو عاملين كم نسخة ورئيس الجامعة قال له عاملين خمسمائة نسخة بعتوا ابيعنا باقي نسخة طيب خلي الدكتور خالد يجيلي ويجيب نسخة واحنا هنفكر في الموضوع ده من جائمة الكلام ده قبل الصورة والله من قبل الصورة لغاية الان اتصل به يقوله مش موجود هنكلمه ده وزير البيئة هنتصل به وده انه مازال موجود وهذا العقلية الوحيدة اللي تجمع بين ما قبل الصورة وبعد الصورة هل هو مازال هل تتوقع ان العقلية دي انها تتغير ولا تفضل على مكانتها عليه ما هو كان عليه انا صارت الحقيقة فيه تغير بعض الصورة مفيش مفيش ميزانيات في البحوث في البلد البلد حضرتك البحث علم ينفق عليه اتنين اتنين من عشرة في المئة واسرائيل من الداخل القوم واسرائيل ثلاثة ونص في المئة من داخل والعالم كله مرتفق ثلاثة في المئة هل فقط العقل المادي ام ان يعني كما قلت العقول لم تتغير الارادة السياسية غير موجودة استراتيجيات الوطن دي بتأكيد اولا مازال البحث العلمي يسيطر عليه مش هقول الفلول الفلول ديت في السياسة يسيطر عليه العقول نفسها القديمة اهل السقة اهل السقة اهل السقة بتعميه بتوع مبارك كل رؤساء الجامعات كانوا تعيين مبارك وكل نواة برؤساء الجامعات بقرار جمهوري يبقى من تعيين مبارك ويجي رئيس الجامعات يعين من دين السلطة يعين كل العمداء زمان غيروه لصلاح يعين كل العمداء فاصبح العميد اظهر واحد والعميد يختار وكلاء ورئيس الجامع يوافق له على هذا يبقى اصبح شبكة عن كبوتية من الحزب الوطني تملأ جامعات مصر نعم طيب انت منتظر يبقى فيه تقدم في الجامعات لما بيجي لما يجي على استاذ احدث مني عشر سنين ويخدموا اكيد عميد كلين ويتخطاني ده انا مش تخطاني ده جميع الاسدزة المعارضين التصوري يتخطونهم حتى في انهم يمتحنوا يمتحنوا الدرجات المستاذية احنا عندنا لجان قومية هذه لجان الترقية يحرموا الاسدزة المعارضين اللي صبغتهم تختلف عنهم اللي ما بيوافقوهمش يحرموهم من اللجان دي علشان يمشوا الترقيات بمزاجهم اصبح كده لازم الناس تعرف كده مفيش كما هم ام ان انا نحتاج الى تغييرات سياسية جدرية للتحول بالبحث العلمي في مصر في مجالس قومية متخصصة في مصر تصوري بقى لما يرقصها كمال الشزي رحمه الله رحمه الله طب ايه ده كمال الشزي ده في العلم اللي مفروض اكبر علماء مصر وهنا المجالس المتخصصة متفاشش هنا جنسية انك لازم تقول ده مصري او ده مش عارف ديانة ابدا ده المجالس المقومية متخصصة دون مسابة مستشارير لك لاجب ان يكونوا من كل اي شخص دون اعتبار لاتجاهه السياسي ولا لونه ولا دينه ولا لغته ولا حتى عارف لو مصر ومعه عشر جنسيات اخدوا مدام مصر لانه بيديني خبرة مجالس القومية متخصصة كان يعينه رؤساء هي فيها افراد كويسين مدى شك لكن الرئاسة بتاعتهم لازم يبقوا اعضاء اما لاجنة السياسات اما اعضاء في حزب وطني واللي يقوله الحاكم واللي يقوله رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء هو اللي تعمل انا فجئت انه المجلس القومي للعلوم البيئة استدعوني الحقيقة وشرحته قدامهم بتغيرتهم اخيه وما كانش عنهم علمه القطص النصابة اللي مفروض هذا المجلس مش هقولك كان هو اللي يوجه الجامعات لاصدار هذا القطص فاذا نعايز ارجع اقول انه اذا لم يتغير بش بس ميزانية البحث العلمي يتغير الامر في مصر لكي يكون الرجل الصالح هو في المكان الصالح لن يكون هناك تقدم بأي لن يكون هناك تقدم عين لابد من اعادة نظر في المجالس القومية المتخصصة لابد من اعادة نظر في شروط الترقي للزملاء لان من شروط الترقي يقولك تعمل البحث عدد معين من البحوث اذا ما عملتوش ما تترقاش ومدة معينة فحضرتك طبعا بتضطر تشتغل من كل بستان زهرة وما تقدرش تشتغل بحث علمي لوحدك لازم يتعاون مع ده اتعاون مع ده في تخصص يقول ده بتخصص غير التخصص تلاقي البحوث طالع بغرض الترقية ماش بغرض البحث العلم اعظم بحث علمي تخديه من اساس الجامعات بعد الاستاذين بعد ما يكون يترقى اخر درجة يبقى يصبح قدامه البحث لمجرد البحث وانا عشقت البحث ده من صغري وانا احشقت البحث انا شغلت البحث حضرتك انا طلعت انبارح ثلاثة ونصف من لفة الدهن وكنت اتمنى اورى حطك الصورة اللي هي بتاعة الاول اهد وحتاج الصورة اهد سؤالي ايضا دكتور خالد انت ذكرت ان هذا قد يغير الخريطة الزراعية في مصر قد يحل مشكلة المياه كيف ذلك؟ حضرتك المياه الجوفية منقولش انهار ابن دعائم ما يتقالش ده اسمها الخزان الجوفي خزان الجوفي الرئيسي الرئيسي اللي مصر هو نفسه بتاعريبية هو نفسه نتشاد هو نفسه لسودان ويعلم هذا الامر كل طالب في قسم جيروجيا ده مش امر جديد المياه الجوفية دي جاية في الخزان منين؟ انا عايز اسأل خبراء المياه الجوفية جاية منين؟ جاية من الامطار اصل المياه الجوفية بتيجي من الامطار الامطار بتسقط على اعالي الجبال في افريقيا واعالي الجبال هم اعلموا في افريقيا وفي وسط السودان وفي موجودة كلها من البيزمت كومفليكسي اللي هي صخور القاعدة التي لا تشرب ماء بيتسقط على المطر ايه اللي راكب على هذا الصخور؟ اول صخور رسوبية تشرب المياه بترقد تماما على الصخور القاعدة اللي هي صمتة هي صخر الحجر الرمل النوبي فالمطر اول ما ينزل على هايز الجبال اول صخر يشربه هو الخزان الجوفي الحجر الرمل النوبي المياه تتجه وعشان كده قالوا نهر مجاز كلمة النهر دي مجاز لان الحجر الرمل نوبي اولا سمك كبير من الرمل تحت الارض لكنه مش كله غني عشان تبعارف حياتك فيه طبقات محددة غنية فيه جدا بيسموها طبقات صبايا وطبقات سكسهيل احسن طبقات غنية بالماء في هذا التتابع المياه دي تيجي من السودان تدخل مصر ما بين جبل العوينات وصفصف تدخل تحت الارض وتدخل مانتشاد على ليبيا تحت الارض وتدخل على ليبيا ومن ليبيا على مصر تدخل الكلام ده مش كلام ده كلام كل الباحثين العلمين الكبارة اللي اشتغلوا في مشروعات المياه الجوفية وخاصة مشروع الاخير بتاع النوبيان سانب ستون بروجيكت ده مشروع ضخم جدا واتفق عليه يعني مفيش فيه جدل طب امتى الماية تبقى مش متجددة عندنا في الخارجة مش متجددة لانه السملاء مش وخين بالو من فيه فالق ضخمة في الخرداءة وجينوجية الخرداءة البحر هجم عليها البحر الابيض هجم يا اخواننا على شمال مصر ونزل من شمال مصر وصل لغاية غرب اسوان غرب اسوان فغطى الخارجة وجزء من الدخلة كله متغطى لغاية ابو مدقار وغطى الفرفرة وغطى البحرية فهذه التغطية بعد ما تغطت برواسب حصل سقل على الارض السقل حصل معها شروخ الشروخ دي خلت ميا حجزت ميا في مكان وما حجزتهش في مكان اخر فاذا ما تتوقعش انما الله طب والباقي فيه اه بحر الريمال الاعظم ليس فيه شروخ ولا فيه طبقات من فوق ازاك؟ لقينا الحجر الرملي النوبي هو اللي على السطر زي شرق العوينات شوفوا حضرتك انا هوريك الاول المنخفضات اول ادي الفرفرة اللي هي الواحة القديمة الفرفرة ودي ابو منقار ودي هضب نسميها هضب تجصب وسعيد معروفة في الفرفرة طلعنا في الهجزة الكعب وحر الريمال الاعظم هو ده شوف حضرتك الشكل شكله ايه؟ لقينا الفرفرة الجديدة واحة جديدة موجودة هنا جنب الفرفرة لقينا منخفض التحرير شوفوا مساحة دي تسعمائة اثنين وتلاتين كيلومتر مربع ومنخفض تحرير ستمائة سبعة واربعين كيلومتر مربع ولقينا منخفضات ثمناها مخفضات وحات الصورة عبارة عن سبعمائة خمسة بسعين كيلومتر مربع وبعدين منخفض عبدالعودة اطلقنا اسمي من وزير الزراعة السابق لانه هو اللي تعهد فيها فانا مرضيش يبقى مخفض عودة لان يعني احنا ما نمثلش في عينة عودة حاجة بالشهيد عبدالقادر المستشار عبدالعودة اللي اعدامه جمال عبدالناصر ظلماً وعدواناً في اربعة وخمسين لخياته مظاهرات مهاز ما بشكتر من كده فسميناها تخليداً لذكراء لان احنا من حقنا كمكتشفين ان احنا نسمي زي احنا عايزين والاكتشاف ده لعلما حضراتكم وللحكومة انه بيتم تسجيله في الخارج ومهما غيره سابقى في الخارج هو الاساس في هذا التأثير وبعدين تحت مخفض الشهداء 1311 كيلو هنا 1666 الى اينا هضب اسمها هضبت البركة كلها مستوية لانها اول مرة في مصر ده من الاكتشافات نجد هضاب من الحجر الرمل النوبي ونجد واحات من الحجر الرمل النوبي ده اتنين معظم طيب ببصور كالت يعني اكتشافات جديدة اكتشافات قيمة جداً كيف يمكن تحويل هذه الاكتشافات الى واقع عملي ملموس على الارض؟ اول شيء اللي بنقدر دورنا خلص في ان اثبتنا رشح المياه الجوفية واسبتنا في وجود نهرين سطحيين بقى مش الكلام اللي تحت نهرين سطحين سابقين نهر جاي من الكفرة داخل مصر ونهر طالع من الجلف الكبير لفوق وبيلتقوا الاثنين مع بعض بيلتقوا عندي فين؟ عندي بحر الرمال الأعصنى هذه المياه الأنهار كانت مشيف على ايه؟ مشي على الحجر الرمال النوبي اللي هو صبايا فورميشا شربته المياه كله اذا منطقة بحرنا الأعظم أصبح فيها مياه جوفية جاية زي ما قلتها حتك منسابة بانتشاد لليبيا ودخلة ومن السودان دخلة ما بين بيل صفصف ويابا العينات ودخلة لغاية فوق الا علاوة على أنهار سطحية حورى حضرتك صورة الأنهار السطحية ويمكن ما تصدقهاش هذه الصورة دي تبصي شوف حدتك الدكتور فاروق الباز عالم عظيم جدا وأنا بأقر شوه اللي أحب شوفي هو اللي عمل الجزء السفلي ده نهر الكفرة هو اللي حدد نهر الكفرة دخل وبيبتقي هنا وهنا عملوا مزارع ضخمة جدا من المياه الجوفية اسمها مزارع الكفرة فالله سبحانه وتعالى هداني روحت أنا فجئت بأن استكملت النهر تلاقيت فرع بعكيها بيقى فرع شوفت حدتك استكملت النهر اللي غاية فوق فجئت النهرين نهر طلع من الجلف الكبير أهو ويدخل فروعه لليبيا ونهر الأساسي الليبي يدخل فرع منه لمصر شوفي يبقى هما بيدنونا من ناحية راحنا بيدنوهم من ناحية دي ايه نهار سطحية مش أنهار البطلية هذه النهار السطحية بتعرفها زي من خطوط الصرف من خطوط الصرف دي ده بالسيول والسيول دايما تلاقى متشابكة للسادة خبراء المياه الجوفية اللي بيكلموا على إنه دي سيول السيول تبقى متشابكة لما تترك أسر وديانة تبقى متشابكة وقصيرة بنسميها أنهار مؤقتة لازم نعرفه جيولوجيا وبعدين دولي هذه السيول تتجمع في فرع كبير الفرع الكبير هو ده اللي بقى النهر هذا النهر بينشفه للي ما فيش مطر المطر كان في هذه المنطقة لعلم حتك لغاية 14 ألف سنة لأن احنا حسبينها بالتاريخ بالكربون المشاع 14 ألف سنة وكانت تاريخ آخر دورة جالدية في العالم العالم كان يكون روتاليك وكانت الأمطار في المنطقة دي مليانة بعد كده بدأت من 14 ألف سنة المطر يقيل رويدا رويدا لغاية من 8 ألف سنة بقى شحيح جدا لغاية الآن النهاردة لو مليز المطر الجديد على الجلف جبيه دي هضبة الجلف لازم ينساب ويطلع وبرضو هين لكن انا ما بعتمدش عليه في انه ينشأ من جيد انا بقول المياه اللي كانت موجودة واحد فيه شربتها الأرض والأرض الانه هي الخزان الجوفي علاوة على اللي بيجي من ايه زي ما قلنا من الجنوب اذا عندي مياه ورشحة على السطر انا حواري بقى حلوطك صور الرشحة على السطر وذي دلالات يعني عكس ما كان يعني يدرس صدقا وعكس ما كان متعارف حول صدقا انا واحد بأوري حلوطك الصورة دي شفت الصورة دي دلتة ليبيا اللي هي بفضل الله رسمتها بالأمار الصناع شوف الدلتة ايه الليبية في شرق ليبيا وهذا النهر بتاعهم ها شوف حلوطك الفرق الرئيس الدلتة دي شوفها جزء منها فين قد الحدود المصري الليبي اهو الجزء الشرقي كله هو ده اللي يسميناه سهل النهضة اعظم سهل انه مسطح وما ينشع فيه ابرشها السطح وكل وديان ليه انه جاي من الدلتة القديمة متخزنة اسمحي يعني دكتور خالد يعني هذه الاكتشافات العلمية العظيمة ليس فقط يعني تدل على التغيرات المناخية ولكن تدل على فساد اداري ممنهج في العصر السابق لا 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 طبعا سؤالي الاخير لك يعني هل انت متفائل في الفترة المقبلة ان يكون هناك تغير الاستراتيجيات الوطن حتى يكون هناك استفادة من تلك الاكتشافات العلمية العظيمة انا متفائل لانه اعلم يقينا ان الله هو صاحب الصورة اصلا انا كنت معاصر في مدان التحديث وشوفنا مع الدكتور صرفة حجازي ايات الصورة الذي صنعها هو الله عز وجل لان يا ما طلعوا كفاية ويا ما طلعوا الاخوان ويا ما طلعوا الست ابريل ولم يحققوا شيء سنوات مش سنة ولما ازن الله سبحانه وتعالى القلوب هو الوحيد اللي قادر على جامع القلوب نزل الناس من الشارع عشان تمشي في المصاحرة بقنا نشوف ناس ما شفناهمش في حياتنا في المدان اذا الله سبحانه وتعالى هو اللي كان السبب ان بعد الصورة افادأ في الصعيد ان يفرجوني المحافظة على تلال الغلال انا اول مرة اشوف المناطق اللي هي بيحفظوا فيها الغلال فجئنا انه الارض الزراعي في مصر احضط 24-26 ارداب بامح اللي كانت عمرها لا تتجاوز من 12-14 ارداب مين اللي اديك هذا في مصر كلها مين اللي وفر لك تلتين الامح الرئيسي بتاع هذا العام بس لعله في الصوب يعني يحفظوها من السوس ويحفظوها من الطيور ومن اللصوص اللي بيجي لوقت البلطاجية طيب بعدها اكتشف بفضل الله اراضي مجموحها 3 مليون 785 قالت ده ده اللي ايه اللي رشحة فيه الماء بش اي كلام وبعدين لما نرجع الوراء ده فيه مليون تاني بس في الجنوب مرضوش ان انا اقول عليه الا لما ننزل نزوره لازم تنزل الزور لازم تعيني في الارض حضرتك مستقبل مصر هذه مساحة مش هزرعها في يوم واحد ده عايزة خطة عشرية عشر سنوات كل سنة تزرع حتى 300 الف فدان بخطة كاملة ومش تزرع تعمل مجتمع الاول وتوزع الارض زي ما قلت تجعل الملكية لشباب مصر لكن تجعل للشركات الكبرى الاستثمارية حق الايه حق استئثار بالانتاج كله لهم مقابل ان هم اللي بيمدوا الزراع بالمواد الخام ويشاركوا في شق الطرق تمام كت ويصبح لهم الناتج لهم تبقى الارضة السياسية ان تكون موجودة حتى يتحقى كل ارجو من الله ارجو من الله في نهاية اللقاء شكرا جزيلا دكتور خالد عودة العالم المصري واستاذ الجيولوجيا بجامعة السيوت اسعتنا بهذا اللقاء شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك مشاهدينا الكرام نهاية اللقاء في رعاية الله شكرا جزيلا لك